ده يا مساء الخير وإهلا وسهلا بحضراتكم حلقة السادسة بتاريخ 11-22-24 في نفس التاريخ ده بس من شهر فات كنت مراهن وكان عندي يعني أحساس كبير إنه النهاردة يبقى منتخب مصر بيلعب مبارات نهائي بطولة أفريقي النسخة الأسهل على الإطلاق أنا مش قادر أفتكر يعني حاولت أزاكر أورجع بالتاريخ كده وأفتش في الزاكرة في بطولة كتأسهل من البطولة دي لقيت إنه لا كل البطولة كان فيها فرق كبيرة جدا كان فيها منافسة قوية جدا كان بس مجرد الوصول المباراة نهائية لأي منتخب مش بس المنتخب المصري هو الضرب من الخيال لكن تشأ الظروف إنه النهاردة كل التوقعات بدون استثناء ولا مغمض عيني كده حد كان يتخيل إنه نيجيريا وكوديفور هما النهائي أعتقد إنه صعب أو خليني أقول إنه ممكن تبقى نسبة واحد أو اثنين في المائة توقعت السيناريو ده لمباراة نهائي الكار الكل كان بيرشح إما السنغال إما المغرب عشان يكونوا واحد من أطراف النهائي لو ما كانوش هما الاثنين اللي بيلعبوا لمباراة النهائية وأنا الحقيقة بعد خروج منتخب مصر توقعتي إنه الفرص الأكبر هتكون لمنتخب السنغال والمغرب لمواجهة النهائي ولكن نهاردة إحنا على موعد مع نهائي خارج التوقعات نيجيريا واحد من أعرق المنتخبات الأفريقية وأقوى المنتخبات على مدار عصور كتيرة جداً رغم إنه بالأرقام والإنجازات ما يجيش يمكن في التوب فايف لكن خلينا اتفق إنه واحد من أصحاب أقوى العروض اللي تقدمت والسابات في المستوى في البطولة دي تحديداً هو منتخب النيجيري كود ديفار اللي بدايته كانت ولا أسوأ وتأهل في السواني الأخيرة النهاردة هيلعب مباراة النهائي في الساد الحسن وطارة في العاصمة الإيفارية أبيجان ملعبه أرضه والسجمهوره في مواجهة النصور النيجيرية طبعاً البطولة دي لغبطت الحسابات وخلتنا نعيد ترتيب الأوراق بشكل كبير جداً ونحاول نفهم إيه اللي بيحصل في أفريقيا منتخبات كتير جداً كانت خارج التصنيف بعيدة كل البعد عن تجاوز الأدوار الإقصائية لكنها قدمت أداء مبهر الحقيقة منتخبات ما كانتش موجودة على الخريطة لا تملك من حيث الأندية والتوجد على خريطة المنافسة الإفريقية أي اسم ولا تملك أيضاً على مستوى اللاعبين المحترفين في الخارج اللاعبين نقدر نقول عليهم فلتة أو طفرة أو لعيبة ممكن تقود منتخب زي رأس الأخضر أنه يقدم العروض ويظهر بالمستوى ده في بطولة أفريقيا ولا حتى منتخب الكونغو الديمقراطية اللي بشوفوا الحقيقة الحصان الأسود الحقيقي في البطولة دي منتخبات ما عندهاش ربع إمكانات المنتخب المصري إمكانات ما عندهاش ربع أسماء العيبة اللي بتلعب في منتخب مصر ولكن شتان الفارق وهنا طبعاً في حاجات كتيرة جداً لازم نتكلم فيها لأنه أنا على مدار الزبوع يمكن كنت بعيد شوية لكن كنت متابع بحاول كنت على قد ما أقدر أتابع الأخبار وتطورات فكرة نهاية التعاقد مع فيتوريا فكرة الاتفاق على تولي كابتن حسام حسن المسئولية كلها الحقيقة وإن كانت إجابات مؤقتة لكن بالنسبة لي أنا طرحت كتير جداً من علامات الاستفهام على إزاي أو كيف ستدار الكرة المصرية فيما يتعلق طبعاً بالمنتخبات في الفترة اللي جاي هو كابتن حسام حسن وجوده بنج مخدر محاولة لامتصاص الصدمة ولا هو مدير فني جاي بأهدافه طموحات لفترة أعتقد أنها تكون مهمة جداً وصعبة جداً سواء تصفيات كاس عالم سواء أمم إفريقيا 25 سواء كاس العالم 26 كابتن حسام حسن جاهز أنه يكمل المشوار وجاي وهو عارف أنه مفترض منه أو مطلوب منه يوصل كاس عالم وينفس على أمم إفريقيا ويعمل حاجة في كاس العالم لأنه أعتقد أنه احنا متفقين بعد النسخة الأخيرة من منديل قطر أنه المشاركة في حد ذاتها ما هيش هدف وأنه طموح المنتخبات مع مشاركة أكيد يعني أعتقد أنه أكيد بقى يعني دي ما فيهاش هزار فكرة أنه يبقى في عشر منتخبات طالعة من أفريقيا ما فيهومش منتخب مصر دي تبقى حكاية ورواية كبيرة جداً لكن في النهاية خلينا نقول حتى مع تولي كابتن علاء نبيل مسؤولية الموديل الفاني اتحاد كرة القدم وكلامه النهاردة على أنه بيحط خطة لتطوير منظومة الكرة المصرية هو ده اللي أنا اتكلمت عليه في اليوم اللي خرج فيه منتخب مصر الكرة بالنسبة للمصريين مش مجرد رياضة ومش مجرد هواية عند المصريين اعتقد أن الكرة جزء كبير جداً من عشقهم ومن متعتهم ومن سعادتهم ومن أفرحهم وكانت أكتر حاجة طول عمري بشوف أن المصريين بيتجمع عليها آه فيه أهلي وفيه زمالك وفيه اسماعيلي وفيه مصري وفيه اتحاد وفيه عندها كبيرة جداً جماهرية وليها شعبيتها وليها عشاءها اللي بيعشقوها بجنون لكن كان الالتفاف حوالي منتخب مصر حاجة ملهاش مثيل للأسف افتخدناها في السنين الأخيرة ممكن لو بصيت نظرة موضوعية شوية أنا عارف طبعاً عندنا مطش برزداد خلاص وأغلب الناس خلاص ما بتفكرش في قوم أفريقيا وقصة وانتهت بالنسبة لهم وإحنا عندنا كأهلي مطش مهم جداً يوم الجمعة الجاية أكيد طبعاً هفرد له مساحة كبيرة واتمنكم على السعادات النادي الأهلي لكن في النهاية مقدرش أفوت وإحنا النهاردة بنتابع مباراة النهاية مقدرش أفوت اللي حصل واللي بيحصل على مدار سنين طويلة جداً يمكن تكون غطت شوية على حالة التشوه في منظومة الكرة المصرية فكرة أنك أنت بتوصل مرة لنهائي أمم أفريقيا قدام الكاميرون ومرة تانية مرة تانية توصل نهائي قدام السنغال تقدر تتأهل بشق الأنفس لكاس العالم بس تروح ما تعملش حاجة حاجات دي كانت مسكنات خلتنا نغمض عينينا على عشوائية في إدارة الكرة المصرية استمرت لسنين وسنين لا يتحملها بالتأكيد مجلس الإدارة الحالي عشان نكون منصفين يتحمل جزء المسؤولية لكنه لا يتحمل كامل المسؤولية مسؤولية يتحملها كل من تعاقب على إدارة الكرة المصرية في السنوات الأخيرة والسؤال هنا هل سؤال حقيقي اللي على المسؤولين أنه هم يجدوا إجابة قبل ما أسأل جمهور وقبل ما أسأل كل أطراف المنظومة عندها لعبين مدربين السؤال هنا القائمين على وضع الرؤية وضع الخطة وضع الأهداف هل إحنا عندنا استراتيجية حقيقية لتطوير الكرة المصرية الكلام مش على المنتخب الأول على فكرة عمر أنت النهاردة لو أنت فاكر أنك أنت جبت كابتن حسام حسن فكابتن مع كامل احترامي ليه وأنا كنت من المتحمسين لتجربة حسام حسن بعد قلت كارلوس كيروش يعني قلت أنه حسام حسن ممكن تكون المرحلة دي يكون جدير بتوالي مسؤولية منتخب مصر لكن قصة مش قصة حسام الحقيقة وحسام لا يملك عصة صحرية ممكن يجتهد وممكن ينجح شيء ورد جدا خصوصا أنه بشوف أنه نجحات المنتخب دايما بتبقى مع المدربين المصريين اللي عندهم القدرة على القيادة أكتر من نواحي الفنية والتكتيكية يعني لكن في النهاية هل حسام حسن يملك عصة صحرية؟ بلاش هل لو جبنا أفضل اسم من أفضل مدربين في العالم النهاردة الدنيا تتحول 180 درجة منتخب مصر هياخد الكانف في المغرب في سنة 25 كمان سنة هل منتخب مصر هيروح في كاس العالم يقدم عروض مبهرة مثلا مثلا زي لقدمها منتخب المغرب أشوك هات جوارديورا يمسك النهاردة منتخب الأول القصة مش قصة مدرب مش قصة مدير فني فيتوريا عنده يعني إخفاقات يتحمل مسؤولية ظهور المنتخب بالمستوى ده آه لكن فيتوريا مش كل الأسباب ورحيل فيتوريا مش هو الحل وتولي كابتن حسام حسن مش هو الحل المشكلة الحقيقة أكبر بكتير من أنا أقولها لكم حتى في حلقة كاملة من سادسة يعني الكلام اللي أنا بسمعه من أول ما بقيت جزء من منظومة الإعلامة الرياضي في مصر وجزء من منظومة النادي الأهلي وأنا بشوف الأهلي إزاي بيشتغل في تراك لوحده بعيد كل البعد عن كل الأليات والطرق والأساليب اللي بتدار بيها الكرة المصرية وكل حاجات اللي بتأثر فيها على المستوى الأندية وعلى المستوى المتخبات وعلى مستوى الاتحادات اللي بتسمعه هنا برا الهوى بيقول إن إحنا محتاجين قنبلة زرية يعني يعني محتاجين بجد محتاجين ننسف المنظومة من أساسها ونحط تصور لمنظومة جديدة ومش عيب أبدا لما نبدأ من الصفر عندنا من الإمكانيات وعندنا من المواهب وعندنا من الكوادر اللي ممكن يحقق للكرة المصرية نقلة تستحقها بجد بجد يعني عندنا كل الأدوات اللي تمكننا من إحنا نحط الكرة المصرية في مكان تاني وبص على الأهلي عمرها ما كانت بالإمكانيات المادية بس على فكرة الإدارة مش بس إمكانيات أسهل حاجة إنك أنت توفر لك كل الإمكانيات فتيجي الدير وأصعب حاجة في الدنيا إنك أنت تشتغل بإمكانيات قليلة لكن تقدر تحقق تحط أهداف وتحط الأليات اللي تقدر من خلالها تحقق الأهداف دي وأنا هنا شفت ده أنا مع الأهلي شفت ده على كل المستويات نجحات على المستوى المحلي وده كان أسهل شيء تقريبا تقريبا جمهور نادي الأهلي بيبص البطولة المحلية وإحنا بنبدأ في أول الموسم على أنها في جيبو بطولات أفريقية أو بطولات قرية على المستوى القرية نجحات لا مثيل لها على مستوى دوري الأبطال على مستوى السوبر الأفريقي نجحات على المستوى العالمي وإنت بتقابل كبار العالم في نسخ مختلفة من كس العالم للأندية فوارئ كبيرة جدا فيها الإمكانيات وبتقدر تحقق ده ده يقول إيه في الآخر مش حبا ولا مجملة ولا عشقا ولا انتماءا للنادي الأهلي ده حقائق مفهش ما بتدخلش فيها واطف بأي شكل مشكال لكن هنا نتكلم على الإدارة هنا لابد أن نتكلم على الإدارة كيف تدير ودي للأسف مشكلة افتقدناها على مستوى القرية المصرية في الـ 14 سنة الأخيرة على كل الأحوال مشاهدة ممتعة متابعة طبعا ممتعة لأنها المنتظر على مستوى إفريقيا طبعا كوديفار البلد بيستضيف البطولة وفي مواجهة نيجيريا النصور الخضراء أعتقدها يكون نهائي قوي جدا قبل ما أبدأ حلقة وقبل ما أدخل في تفاصيل حلقة وطب منكم على الأهلي واستعداداته لمواجهة شباب لزداد وفكركم كده بمقفنا في دوري أبطال إفريقيا وشكل المجموعة بتاعتنا طبعا أهلي تأجلوا مباراة شباب لزداد الأخيرة وبالتالي المباراة دي المباراة اللي جاية لتلعب يوم الجمعة إن شاء الله هي المباراة المؤجلة ففي أمور تغيرت في المجموعة هنستعرضها مع حضراتكم على مدار الحلقة بس خلوني أتوجه بخالص العزاء لكابتن أحمد نبيل كوكا طبعا في وفاة والده اللي توفى الله يوم الجمعة اللي فاتت حتى يمكن هو كان على مش عارفة على تويتر أو على إنستجرام على إنستجرام كتب بوست قال كان واحد منكم ما تنسوهوش في الدعاء كان واحد طبعا من جماهير النادي الأهلي والصورة لي طبعا لولد أحمد رحمه الله في المدرجات وسط جماهير النادي الأهلي خالص العزاء طبعا لأحمد نبيل كوكا في وفاة والده للأسرة طبعا كريمة ربنا يا ربي يلهمهم الصبر والسلوان طبعا النهاردة كمان وفاة شقيق كابتن سيد معاوض خالص التعازي طبعا لكابتن سيد وللعائلة الكريمة في وفاة شقيقه ربنا إن شاء الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة تاريخ طبعا تاريخ كبير جدا لأمم أفريقية كنت بقول إنه الخروج الأصعب في النسخة الأسهل يعني بتهيليش إنه مصر خرجت من بطولة بشكل أسوأ من النسخة دي قبل كده في بطولة بشوف إنها الأسهل كل الكبار خرجوا يعني ما فيش حد ما خرجش الطريق كان سالك لغاية النهائي زي ما بيقولوا كده يعني يلا ولا بلاش يعني غانا خرجت الكاميرون خرجت تونس خرجت الجزائر خرجت الكاميرون خرجت يعني المغرب خرجت كل السنغال خرجت مفيش حد ما خرجش مفيش حد ما خرجش يعني بيستثناء كوديفور اللي هي أنا بشوف طبعا منتخب كويس ما قدرش أقوله منتخب وحش بس مش كوديفور اللي إحنا نعرفها يعني مش كوديفور اللي إحنا مش العتاولة يعني بتوع كوديفور بالعكس أنا زي ما قلت تأهله بشق الأنفس في اللحظات الأخيرة يعني كأفضل توالد على ما أتذكر يعني ناجيريا أو منتخب قوي جدا لكن في النهاية كان عندك فرصة تروح لبعيد وخصوصا أنه على مستوى يعني مش عارف أقول إيه بصراحة هارد لك يعني وحدش يزعل على فكرة أنا لو بقول كلام يبدو يعني أنه في قسوة شوية بس هو دي الحقيقة أو دي الصراحة من وجهة نظري وأي حد بيشتغل في العمل العام لازم يعرف أنه هو معرض للانتقاد وخصوصا أنه لما النتائج تبقى والله مش بقصد بس المسؤولين في تحدي الكرة حاليا بقصد كل من تولوا المسؤولين بكل مشاكلهم وبكل فضايحهم وبكل مجملاتهم المعلن منها والغير معلن أنتوا جزء من المشكلة اللي احنا وصلن لها النهاردة والناس اللي هتيجي في يوم من الأيام تتولى المسؤولية ويبقى عندها حقيقة رغبة في إصلاح الأحوال مشاكل كتير جدا يعني احنا صعبنا قوي 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 وصلنا للسيناريو شديد التعقيد لدرجة أنه حتى لو في حد النهاردة فكر يحل يعني عنده مشاكل على مستوى النشئين عنده مشاكل على مستوى المدربين عنده مشاكل على مستوى المسابقات عنده مشاكل على مستوى حضور الجهة عنده مشاكل في كل الملفات شيل بقى وتعالى حل طيب نروح للأهلي خلينا نفتح صفحة دوري الأبطال كده ونرجع نفتح كده دوري أبطال أفريقيا مرة تانية مع شوف مع الأهلي أنا مش بقول ده على شاشة الأهلي يعني مش عشان أنا أنا بقول ده حتى في كل الشاشات اللي أنا كنت يعني إليه شرف أن أنا أظهر عليها عشيل أنت أمي الإسماعي يعني بقوله طول عمري بقبش عشان أنا أهلاوي الأهلي يفرح ويشرف كل المصريين حتى لو أنت زمالكاوي حتى لو أنت إسماعلاوي حتى لو أنت بتشجع أي نادي في مصر بتشجع محلة بتشجع مصري أنت عارف كويس قوي أنه الأهلي مشرف الكرة المصرية وفي أوقات كتير جدا وفي مدايقات كتيرة جدا الأهلي بيرد نيابة عن كل أهل مصر لكن في النهاية خلييني أقول لك إحساس الأهلوية إيه إحساس الأهلوية دايما في أي بطولة أنه الأهلي يقدر يروح لبعيد مهما كانت الفوارق على مستوى الإمكانيات مهما كانت الفوارق على مستوى الأرقام مهما كانت الفوارق على مستوى الأسماء يعني بتلاعب نادي اسمه إيه؟ ما يهمنيش بتلاعب لعيبة قيمتها إيه؟ ما يهمنيش بتلاعب نادي قيمته التسويقية كام؟ برضو ما يهمنيش أنا عندي يقين أنه الأهلي يقدر أنه الأهلي يقدر طموح الأهلوية ده سكاي الضلمت زى ما بيقوله السماء هي حدود طموح مشجع الأهلوية ده مش نتيجة حب وانتماء وكل واحد بيشجع نادي في الدنيا نفسه يفوز بكل الألقاب والبطولات لكن هي القصة أنه هل حاسس أنه يقدر؟ هو ده الفرق بتخش البطولة وأنت واثق في فرقتك وفي لعبتك ولا وأنت ركبك بتخبط في بعض بتكسب بطولة وتقعد عليها 10-20 سنة ولا بتكسب بطولة بتقفل الصفحة تاني يوم وتاني يوم على طول بصص على اللقب أو البطولة اللي بعدها طيب عشان ما طاولش عليكم نروح لأخبار نادي الأهلي النهاردة طبعا الأهلي عندنا مطش يوم الجمعة بإذن الله خلينا أقول لكم البروغرام الأسبوع ده الأهلي إن شاء الله يسافر للجزائر يوم الأربع طيارة خاصة مجلس الإدارة قرر أنه يكلف محمد الجرحي يعود مجلس الإدارة أنه يترقص البعثة وهو بالفعل بدأ التنسيق مع كابتن خالد بيبو في الترتيب والتحضير لسفريات النادي الأهلي الأهلي هيسافر على طيارة خاصة إن شاء الله يوم الأربع النهاردة كان فيه تمرينة بس الحراس المرمى بقي الفريق فيه كانت تمرينة في الجيم يعني وزي ما حرارتكم شايفين كده شبير حمزة علاء زنفولي صفقة الأهلي الجديدة على فكرة ولد ده مبشر جدا 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 يمكن الناس كتير جدا استغربت اسمه ما كانشه مطروح اسم ممكن يبقى مش جماهيري لكن اللي مذاكر أو اللي متابع الدولي المصري زنفولي أرقامه مميزة جدا 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 وعمل موسم أكتر من رائع وأعتقد إنه واحد من الأسماء إحنا لو افتكرنا كده شبير مدرسة الأهلي إكرامي مدرسة الأهلي ثابت مدرسة الأهلي حضري جي بدري قا شوية بس جي من دومياط الشناوي ابن الأهلي خرج فترة يعني عشان ياخد فرص مشاركة ورجع الشناوي للأهلي مرة تانية بس ما رجعش الشناوي بتاعة دلوقتي يعني خلينا نتفق إنه الشناوي اللي بقى حارس مصر الأول واحد من أعظم حراس المرمى اللي جون في تاريخ الكرة المصرية ما جاش الأهلي وهو الشناوي ده الأهلي في مدرسة حراسة مرمى وبص كده لتاريخ حراسة المرمى على مستوى منتخب مصر هتلاقي إنه 99% أو 95% منها أهلي هو الحدث الأول فأنا أعتقد أو أتوقع إنه لو يشتغل على نفسه الزنفولي ممكن يبقى اسمه في حتة تانية منافسة مع شوبير طبع الزنفولي مش مقاد أفريقيا فبالتالي الأقرب لمطش ومع إصابة الشناوي الأقرب لمطش شباب لزدادة هيكون شوبير وبمناسبة الأقرب والأبعد عندنا قيمة إصابات مش قليلة يعني الأسماء اللي هقولها لحضراتكم دي غايبة بشكل كبير عن مطش شباب لزداد غايبة عن الحسابات مش كلهم بسبب الإصابة لكن أغلبهم إصابات الشناوي إصابة طبعا إصابة الكتف التي تعرض لها مع منتخب مصر محمود متولي إصابة خالد عبد الفتاح إصابة محمد داوي كريستو عنده شد في العضلة الخلفية برا الحسابات بس إن شاء الله بإذن الله مش هتاخد وقت يعني عبد القادر برضو إصابة وسامة أبو علي إصابة أليو جانج ما قداش أقول إصابة هي كدمة كدمة خفيفة أو شد خفيف في العضلة الخلفية وفيه احتمال لمشاركته يعني فيه احتمال لمشاركته وين كنت أشوف أنه أنا أشوف معاكم حسابات المجموعة برضو لأنه مطشو مش مسهل على الإطلاق برا في الجزائر شباب له ازداد موقفه مش أحسن حاجة في المجموعة فرصة كبيرة جدا بالنسبة له وأنه بيستقبل أهلي على ملعبه فطموحاته كبيرة جدا عمر كمال برضو مش هيشارك طبعا عشان شارك مع فيوتشر في الكونفيدرالية فهو برا قائمة الأهلي الإفريقية زونفولي برضو ما تمش قيده في القائمة الإفريقية وأحمد داوي الكوكا إصابة وبرسيتاو طبعا لعب مبروك طبعا البروزية مركز ثالث في جنوب أفريقيا طبعا عاملة مركز ثالث في أمم أفريقيا بس طبعا هيتم استبعاده وأعتقده جهاز الفني مدي له راحة عشان حالة الإجهاد اللي عنده لكنه بنسبة كبيرة ممكن يبقى برح حسابات مارسل كولر في مباراة شباب له تعال أخدكم كده لشكل المجموعة بتاعت الأهلي اللي اتغير فيها عن آخر توقف دولي دي مجموعتنا طبعا المجموعة دي في بطولة دوري أبطال إفريقيا الأهلي مازال في الصدارة رغم أنه ليه مباراة معجلة اللي هتتلعب يوم الجمعة أمام شباب له زداد برصيد خمس نقاط ينج أفريكنز دخل مع الأهلي بالنفس الرصيد خمس نقاط ولكن في المركز الثاني بفرق الأهداف وينج أفريكنز التنزاني لعب مباراة زيادة عن النادي الأهلي في مواجهة لعبها مع ميدياما في المركز الثالث شباب له زداد شباب له زداد عنده أربع نقاط من ثلاث مواجهات وميدياما في المركز الرابع بأربع نقاط فرص الأربع فرق قايمة وابشد خلي بالك أنت بتتكلم على فوارق نقطة عشان كده مطش الجمعة اللي جاي هيكون صعب مطش بالنسبة لشباب له زداد على أرضه محتاج جدا جدا التلاثة بنت يركبوه مبدئيا أول أو تاني يعني يلق إن لو يوصلوا الرصيد وسبع نقاط يركب صدارة ويبقى كده الأربع فرق متساويين في عدد المباراة اللي اتلعبت ويبقى الترتيب بعد الجولة الرابعة ما تنتهي قدر الله شباب له زداد فاس في المباراة أنا بكلمك من ناحية الدوافع بكلمك من وجهة نظر شباب له زداد هم بصين إزاي على المطش دي خلي معي بس الترتيب اللي سواني على الشاشة فشباب له زداد يقولك أنا كده لو كسبت الأهلي على ملعبي أركب مركز أول أطلع مركز أول وابقى عندي سبع نقاط أقرب حد لي هيكون الأهلي خمسة وينج أفريكنز خمسة يبقى الكارت التاني أو المنافسة في الكارت التاني بينهم وبين بعض وإن كانت برضو أعتقد أن المجموعة دي مش هتحسم إلا ممكن مع الجولة الأخيرة لأنه زي ما أنتوا شايفين الفرق كلها قريبا بعض الأهلي لو رجع بتعادل يضمن الحفاظ على الصدرة مكسب طبعا يبقى إحنا طرنا بعيد خالص وإن شاء الله بإذن الله يبقى الأهلي ضمن التأهل للأضواء الإقصائية لكن الضائفة عن شباب له زداد وهو يمكن أنا بشوفه يعني وهو منافس الأهلي في المجموعة دي ينج أفريكنز فريق محترم من دي ما فاجئنا لكن المنافسة شايف على الصدرة على أهلي تبقى من أهلي شباب له زداد فلتمنى إن شاء الله أنه الأهلي يتخطى المباراة القادمة نتمنى مكسب وإن لم يكن فعلى أقل تعادل نتيجة إيجابية تحفظ لنا صدارة المجموعة طيب دي قصة طبعا دوري الأبطال وهنتكلم على المواجهة هكلم حالكم على مواطش شباب له زداد وعلى السعادات الأهلي بالتفصيل مع ضيفي النهاردة سعيد علي لكن خليني أقول لكم كمان على قصة كابتن علاء نبيل واحد الحقيقة من الشخصيات المحترمة جدا عنده تاريخ كبير جدا مع الكرة المصرية وتجارب الحقيقة كانت في أوقات كتير جدا نكحة شخص عنده قدرات إدارية خد بالك مش بالضرورة تكون لعيب كرة عظيم قوي عشان تكون إداري ناجح أو عشان تكون مدير فني ناجح يعني بص كده مثلا على سبيل مثال لما تيجي تبص المدربين اللي كانوا منوارين في آخر عشر سنين عن مستوى العالمي حتى سيك من أنا يعني بحترم جدا كابتن اسم كابتن علاء نبيل وأتمنى له التوفيق الحقيقة والرجل هيشتغل زي ما أعلن على خطة على كل المستويات على مستوى يعني هو مش جاي يبقى مدير فني عشان يطلع يخلي منتخب مصر يطلع من مطب الصعب الوفي لقى الرجل جاي يفتح كل الملفات ناشئين مدربين تأهيل مدربين كل حاجة كل حاجة فنتمنى له التوفيق وهتكلم مع حضراتكم وأتمنى ان شاء الله أن يكون فيه فرصة نتواصل مع كابتن علاء ويكلمنا أكتر على تصوره أو رؤيته للمرحلة اللي جاي لكن مش بالضرورة زي ما كنت بقول أنه كل لعيب كورة نجم أو لعيب كورة على أعلى مستوى يبقى بالتالي أو بالضرورة مدرب ناجح أو إداري ناجح يعني تعالى بص على الأسماء اللي كانت بليها بصمة قوي في الكرة العالمية في السنوات الأخيرة جوزي مورينيو أعتقد متفقين تحب وتكرهه تحب مدرسته تحب كورته ما تحبهاش لكنه واحد من أهم المدربين اللي حققوا نجحات كتير مع مدارس كروية مختلفة في إيطاليا كان ليه بصمة في أسبانيا كان ليه بصمة في إنجلترا كان ليه بصمة فجوزي مورينيو واحد من أهم المدربين في العشر سنوات الأخيرة جوارديولا دي ممكن يكون الأهم من رجة نظري بيب جوارديولا بواحد يعني أنا بشوفه يمكن أعظم مدرب كرة أنا شفته معرفته ممكن قبل كده كان فيه ناس عظيمة آه لكن على مستوى الكرة اللي بتتلعب بيلعب مع البرسا بيلعب مع ميونيخ بيلعب مع السيتي هي نفس هو نفس الفكر استراتيجية البصمة واضحة وصريحة هي دي كرة بيب جوارديولا كارلو أنشلوتي مع الميلان ومع ريال وأكتر مدرب حصل على بطولة الشامبينز ديك زين الدين زيدان يعني آه ممكن آه ممكن لا لكن هل دول كانوا الأعظم في مسألتهم كلعبين لكرة القدم يعني هل بيب جوارديولا كان أعظم لعب في أسبانيا أو يعني من أهم اللعيب اللي جات في تاريخ أسبانيا لا كان لعيب كرة عادي جدا لعب فاندية كبيرة طبعا يعني مع احترامي لكن كلعب كرة مش ممكن تقنب جوارديولا مديل فاني جوزي مورينيو محدش يعرفه أساسا يعني له لأنه هو فاس مع بورتو بدولي أبطال أوروبا ما كانش حد عارف مين هو جوزي مورينيو ولا كان المشوار اللي هو والنجاح اللي حققه بعد كده بقى مع ريال ومع الإنتر ومع تشلسي كان حد عارفه كارلو أنشلوتي في جيله لعيب كرة طبعا كان مميز جدا لكنه مش الأعظم في التاريخ الكرة فهي القصة مش قصة نكتيب لعيب كرة كويس أو لعيب كرة عنده روح أو لعيب كرة عنده مهارات أو كان نجم في الفترة اللي لعب فيها كان واحد من أهم النجوم في الفترة اللي لعب فيها لا مش بالضرور الإدارة والقيادة قصة تانية خالص طيب خليني أكتفي بالجزء ده عندنا النهاردة طبعا عايز أقف طبعا معنا فيديو كونفرنس نهاردة لقاء مع واحد من نجوم الكرة النجرية خليه مفاجأ لغاية لما يجهز خليه نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقاتنا في السنة خلد بالك أنه النهاردة مش اللقاء الأول اللي بيجمع بين نيجيريا وكاديفار في البطولة دي صحيح هم الاثنين نجحوا في الوصول المباراة نهاية لكن هم بدأوا المشوار أساسا في نفس المجموعة وكانت المواجهة الأولى لصالح نيجيريا بنتيجة واحد سفر معنا واحد من نجوم الكرة الأفريقية قبل ما يكون من نجوم الكرة النيجيرية وليه بقول كده لأنه الحقيقة هو طبعا نجم النجوم الكرة النيجيرية ده بالتأكيد لكن دايما لما بشوف منتخب أفريقي بيلعب في بطولات عالمية سواء ألعب أولمبيا أو كاس عالم طبيعي جدا ببقى يعني نفسي كرة الأفريقية حق حاجة وده الجيل لحق إنجاز كبير جدا أنا مش قادر أنسى تبيعته وتتويجه بزهبية الأولمبياد سنة 96 وكان ليه طبعا مشاركة مع منتخب نيجيريا في كاس العالم تجاني بابا جيدا نجم الكرة النيجيرية السابقة واضفنا فيه السادسة بداية برحب بيك وبشكرك على وجودك منتخب نيجيري أقوى شوية وأفضل من منتخب كوديفور أهلا وسهلا بك شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم على صفتي في برنامجك ومرحبا بكم في أي وقت طيب خلينا عارف طبعا أنه إحنا نتكلم تريبا على ثلاث ساعات أو أقل من أربع ساعات ويبدأ اللقاء المنتظرات عموما طبعا جماهي الكرة الأفريقية وخصوصا طبعا في نيجيريا أكيد عندكم السعدادات إزاي بتسوفوا مواجهة النهاردة المنتظرة بين نيجيريا وكوديفور وتوقعاتك لنتجة المباراة حسنا كما تعرف أن كرة القدم تختلف حينما كنا نلعب بالأمس كان الأمر مختلفا عما هو الحال اليوم نيجيريا الآن هي مستعدة للنهائي بالطبع الدولة بأكملها مستعدة على مدى الـ 24 ساعة الماضية لنشاهد السوبر إيجلز أمام كوديفور فبالتالي الأولاد مستعدون جدا جدا ويعرفون أن الدولة بأكملها خلفهم وتنتظرهم ونحن على ثقة في الأولاد أن من سيشاهد المباراة على ثقة في الفوز نحن نعتقد ونثق أن الكأس سيعود إلى نيجيريا صحيح أنها مش المواجهة الأولى في البطولة دي وسبق لمنتقب نيجيريا النواجه كوديفور لكن بالتأكيد الدوافع مختلفة وظروف البطولة نفسها واللعب على اللقب والتتويج مختلف وبالتالي هل تتوقع أو إيه هي الاختلافات التي تتوقع أنها تشوفها في مباراة اليوم عن المواجهة الأولى في دور المجموعات حسنا الاختلافات ستكون كبيرة تماما لأن الجميع الآن لديه الإيمان أنه سيفوز بالكأس نيجيريا لديها الثقة السيطرة الكاميرا الفترة الماضية والفترة الحالية وأيضا كوديفور لديهم الثقة بسبب الدعم الجماهيري المحلي وعليهم أن يسعوا بشكل جيد ليحظوا بالحظ ليفوزوا بالمباراة ولكن نيجيريا مستعدة من الصعب أن تتوقع المباراة ولكن أعتقد أن بالفعل المباراة ستكون مختلفة الليلة عما كانت من قبل بمنتع الصراحة مقدمت ما قبل البطولة حالة التوتر يمكن حالة الانتقادات التي وجهت بيسيرو ومدير الفاني للمنتخب النيجيري قبل البطولة بل أن بعض الأصوات طلبت برحيله قبل بداية البطولة ما كانتش ممكن تخلينا توقع أنه نيجيريا أو بيسيرو هنجح في قيادة نيجيريا للمباراة النهائية رأيك في ده إيه؟ وإزاي شفت قدرات بيسيرو مع منتخب نيجيريا في البطولة دي؟ أنا دائما ما كنت أؤمن أن من يتكلمون كثيرا يجب عليهم أن يظهروا لنا أنفسهم وماذا يستطيع أن يفعلوا؟ لأن بيسيرو بعد فترة في نيجيريا قد أثبت خلال التصفيات أنه مدير جايد ولكن لم يكن مقنع أحيانا وخصوصا في مباراة في نيجيريا ولكن بعد ذلك وضع الفريق في المصاري الصحيح استطاع أن يجمع شهدات الفريق وستطاع أن يكون مخنعا لجماهية وقد أظهر لنا أنه مدير فني جيد أعتقد أن بيسيرو وأن يصل بالفريق للقبل النهائي فأن هذا إنجاز وأعتقد أن بيسيرو قادر على ذلك قادر على تأهل كأس العالم على نيجير أنا دايما بحط منتخب نيجيريا بصرف النظر عن مستوى وبصرف النظر عن أسماء اللعبين المحترفين اللي بيلعبوا برا من ضمن كبار المنتخبات الأفريقية ودايما برشحه للمنافسة على اللقب لكن لازم أسألك السؤال ده هل بتشوف أنه خروج أسماء منتخبات من عارض تقيل مبكرا مصر وصيف البطولة السابقة والسنغال البطل النسخة الأخيرة المغرب رابع كأس العالم غانا والكاميرون تونس والجزائر اللي خرجوا مبكرا هل ده سهل شوية من طريق نيجيريا وكوديفار للوصول للمباراة النهائية اللي هو من وجهة نظرك وصول مستحق أنا أعتقد أن هذه الأسماء الكبيرة التي لم تتأهل لم تتحلى بالثقة التي تحلت بها نيجيريا لأن الثقة تعطيق حماسة زائدة والتي تحلت بها نيجيريا لتذهب وتلعب ضد منتخبات كبيرة ولكن هذه الأسماء التي ذكرت وليست هنا الآن هي منتخبات قوية ولكن ليست بقوة نيجيريا وكوديفار حتى الآن أعتقد أنهم كانوا مؤهلين أيضا للوصول للنهائي ولكن كان يوجد اختلاف في الحماسة الخاصة بكل فريق البعض بيرى أنه قوة نيجيريا بشكل أساسي يعني ممكن نقول أنها في فيكتور عسومين طبعا مهاجب المنتخب النيجيري وأفضل لعب في قارة أفريقيا في السنة الأخيرة أو في الاستفتاء الأخير هل بتتفق مع المقولة دي أوجهة النظر دي ولا بترى أنه قوة منتخب نيجيريا قايمة على اللعب الجماعي وليس منتخب النجم الأوحد في اعتقادي أن أوزيمين هو لعب شاب لعب جيد لعب قوي جدا وكما ترى أنه لم يحرس إلا هدف ولكن يظل أوزيمين هو عامل كبير ومؤثر في فريقنا هو يدعم الفريق بشكل جيد هو يفيدنا بالشباب وأيضا في طريقة اللعب وأيضا كما تراه حينما تتاح له الفرصة لا يذهب لاقتناصيها فقط ولكن يساعد الفريق هو بالفعل عامل كبير في فوز منتخب نيجيريا وأعتقد أنه مهم للفريق جدا سيجاني بابا نجيدا بعيدا عن المباراة النهائية من اللاعبين اللي لفتوا نظرك مش بس من منتخب نيجيريا لكن من اللاعبين اللي لفتوا نظرك في البطولة دي تحديدا في نسخة كودي فوار عشرين تلاتة وعشرين هذا رأيت العديد من اللاعبين في هذه المنافسة قد شاهدت وكنت معجبا بلعب نيجيريا بالطبع ولكن في نفس الوقت وكنت معجبا بواحد أو اثنين من اللاعبين كودي فوار أعتقد أن فوفانا أحيانا قد كان جيدا ولكن ليس طوال الوقت فيكتور أوزمن وأيضا لوقمان كان وفيكتور موزز لم أذكر الفريق كله ولكن ما فاجأني ولكن ما فاجأني هو هؤلاء اللاعبين في هذه البطولة باتمنى لك التوفيق في متابعة منتخابكم النهاردة ونتمنى احنا كالجماهير كرة أفريقية نشوف مباراة قوية ممتعة تعبر عن تطور الكرة الأفريقية في النهائي المنتظر بين نيجيريا كودي فوار تجاني بابا جيدا نجمع الكرة نيجيرية بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا النهاردة على قناة الأهلي في السادسة فاصل ونستقبل بعد الفاصل عندنا ملفات كتيرة طبعا ملف النهائي النهاردة والأهم بالنسبة لنا كمان ملف دوري أبطال إفريقيا المباراة المنتظرة المنتقبة لجماهير الأهلوية أمام شباب الوزداد يوم الجمعة القادمة كل ده بعد الفاصل في السادسة مع ضفنا سعيد علي محللنا الفني هنتكلم ونفتح فيه كل الملفات ربا ضارة نافع بس يا رب تكون نافع ليه؟ ليه بقول أو ليه بتديت كلامي يعني كده لأنه تخيله كده سيناريو أن منتخب مصر كان النهاردة بيلعب نهائي الكان نهائي بطولة أم أفريقيا وتخيله مثلا أنه السيناريو كان زي ما بيتمنى كل المصريين لمنتخب فاس بالبطولة فكان كل شيء هيبقى تمام وفيتوريا ده هيكون أعظم مدرب وممكن يقعد مكانه أربع خمس سنين جايين والتحاد الكرة والمسابقات والحضور الجماهيري وقاعدة الناشئين والكلام كل اللي بيتقالوا الملفات كلها اللي اتفتحت بعد خروج منتخب مصر أنا آسف المهين من بطولة أفريقيا كان هيتحط عليه أو هيتردم عليه تراب ومحدش هيتكلم فيه وكل الأمور تمام ونكمل زي ما احنا ماشيين عشان كده بقول يا رب تكون نوبة فوقان ويا رب نبص اللي جاي بشكل مختلف عن كل الفترات اللي فاتت لأنه أعتقد أنه وجب وجب وقان أوان التغيير التغيير على فكرة مش في الأسماء ولا في الأشخاص كلامي عن التغيير هو التغيير في الفكر وفيه السلوب الإدارة وفيه الرؤية اللي بص على مستقبل كرة المصرية على الأقل على الأقل عشر سنين قدام خلينا نقول كاس العالم عشرين تلاتين مش ملف بس المنتخب والتغييرات اللي حصلت والمناصب الجديدة لكن كمان طبعا مهم جدا نتكلم على مواجهة شباب لزداد بما أنه احنا بتفصلنا عن المواجهة المهمة والمنتظرة أيام أولئلة جدا أرحب بس في البداية بضيفي سعيد علي المحل الفني اللي هكون موجود معنا النهاردة في السادسة اللي هاخد رأي وأتكلم معاه في كل ملفات كان خاضر معايا وإحنا بنبدأ البطولة وسمعني وأنا بقول أتمنى وأتوقع وانتخب مصر يكون في النهائي مش عارف هيقول ليه النهاردة سعيد مساء الخير وأنا وسهلا بيك مساء نور عليك أستاذ أحمد أهلا بيك أنت بس ما كنتش بتتمنى أنت كنت بتصر أيوه كان عندي إيمانك بص ما جاليش الإحساس ده فوالة نسخة احنا بعد 2010 أعتقد فيه نسختين متأهلناش فيهم أو تلاتة مش فاكر متأهلناش البطولة تلات نسخة متأهلناش أساسا للبطولة النسخة حتى النسختين اللي وصلنا فيهم مرة النهائية مرة قدام الكاميرون ومرة قدام السنغال والنسخة اللي تلعبت في مصر وكات فيه ناس كتير بيطالك بما أنها على عرضنا وسجمهورنا يبقىش تطلع مننا ولا نسخة من دول كنت حاسس أن منتخب مصر وقف على رجله صحيح باستثناء النسخة دي صحيح كنت حاسس أنه لا فيه عندنا سكواد جاهز أنه ينافس على قد صحيح أنا كنت زي حضرتك متفائل كتير وكنت حاطيت منتخب مصر في المعابع الزهبي لكن كلامك حضرتك قررته دلوقتي بشيء من الاقتصار زادني إحساس وشعور بأن احنا فعلا رايحين لمنطقة كويسة اللي احنا فعلا على مستوى العناصر جودة أعلى فيه خبرات فيه فريق لعب اتنين نهائي فكنا شايفين أن الفرص بالفعل أفضل ولكن في النهاية اللي حصل أو النتيجة اللي حصلت هي نتاج تخبط وعشوائية في القرية المصرية في السنوات الأخيرة نتاج اختيارات خاطئة نتاج غياب تخطيط غياب رؤية نتاج تغليب المصلحة الشخصية والمحابات والمحسوبية في كتير من الملفات خلتنا مرة تانية نعود لما كنا عليه قبل أربع أو سلاسة نواسم لما تكلمنا عن غياب الرؤية غياب التخطيط غياب العدالة والشفافية في اختيارات الأجهزة الفنية المنتخبات مصر بشكل عام مش بس المنتخب الأول على مستويات ناشئين والبراعم والمنتخب الأولومبي فبالتالي أنا ما شوف زي ما باتفق مع حضرتك تماما أنها ربما تكون ضرة النفع مش بس على مستوى تغيير الأشخاص زي ما قلت وحي حضرتك جدا جدا أنك دايما بتنتقي مصطلحاتك وبتتكلم عن ضرورة استبدال الرؤية واستبدال أو خلق رؤية يعني خلينا أقولك هنا بقى هنا اختلاف معاك سنة صغيرة إحنا نخلق رؤية لأن إحنا فعلا نعمل بلا رؤية نعمل بلا استراتيجية نعمل بلا خطة مشين بشكل ارتجالي طوال الوقت أفراد بيرتجلوا وبيعملوا اللي هم عايزينه لكن آن الأوان بقى نضع خطة ونضع استراتيجية ونشوف مين الأشخاص المؤهلين للقيام بلا أنا قلت الكلام ده بعد الخروج يمكن على طول من البطولة قلت أنه عندنا نمازج يعني قلت أنه دكتور حسن مصطفى لما جيه في رياضة الهانبول تولى المسئولية محطش أو محققش نجاحات في الفترة اللي هو تولى فيها المسئولية وقال سلام عليكم فرجعت ريمة لعدتها القديمة أو أنه المنتخب بعد كده لا الرؤية استمرت وتنوبت على إدارتها وتنفيذها الإدارات المختلفة بعد كده واستمر نجاح كورت اليد لغاية لما رغم أنها لعبة ما عندهاش من الإمكانيات تقريبا 10 أو 15% من إمكانيات لعبة زي كورت القدم ما عندهاش من البنية التحتية ما عندهاش من اللعيبة اللي عندها رغبة في أنها تمارس اللعبة المدارس الأكاديميات 10% منها ورغم كده تقدر تتكلم على منظومة نكحة وعلى مدار أجيال مختلفة لسنين وسنين طويلة جدا هذه اللقاء اللي أنا بتتكلم عليها صحيح أنت هنا بتتكلم عن نموذج عظيم جدا دكتور حسن مصطفى بما يملكه من علم بما يملكه من خبرات بما يملكه من تجارب قدر يضع هذه الاستراتيجية واشتغل عليها لكن احنا النهاردة إدارة الكورة في مصر بتدور في فلك نجوم الكورة يعني أنا طول الوقت بشوف النجوم في الاستوديوهات بيتخانقوا يعني يستعينوا بينا حتى كمستشارين يستعينوا وهو ما هو الإدارة مش نجم كورة ولعيبة وهداف وبيعمل توكة حلوة وشعر وجميل لا الإدارة فكري مختلف تماما تماما الموضوع بييد خالص عنده النماذج الإدارية اللي تصلح لوضع استراتيجيات وتنفذها وترقبها نماذج مش موجودة ما حد إحنا عندنا قلائل اللي يقدروا عمله ده مش نجوم الكورة يعني أنت حضرتك لكلمة عن نموذج الكابتن حسن مصطفى ممكن تتكلم عن دكتور مصطفى مراد فهمي وما له من خبرات في ملف في الفيفا والقرى الأفريقية دي نماذج اللي أنت ممكن تدور عليها دكتور كمال درويش الدكتور عبد المنم عمارة تتكلم عن اسمها أملاقة في علم الإدارة مش بتتكلم عن لعيب كورة كل لابس تشيرت ودروقتي قادر يخطط ويعمل استراتيجيات تعرف كمان اللي زي وعليه الكنتراست اللي خلى فيه إحساس كبير بالنمو لا ده إحنا وراء قوي أنه كمان فيه منتخبات جات من وراء جات من الله شيء ما كانتش موجودة على الخريطة أساسا يعني بركينة فالسو مثلا في السنوات الأخيرة الرأس الأخضر لسه كنا نتكلم عن كونجو ديمقراطية واحد من المنتخبات اللي عجبني جدا جدا في البطولة المنتخبات دي ما عندهش لوبع الإمكانيات اللي أنت بتتمتع بيها على مستوى الكوادر على مستوى الإمكانيات المادية على مستوى البنية التحتية على مستوى الأندية على مستوى التاريخ تقريبا ما فيش الرصيد صحيح وبيستعينوا بأجانب يخططولهم ويضع لهم استراتيجيات ويشتغلوا بيها وفي النهاية قدروا يعني أنت تستحي لما تشوف بلد 3 مليون نسمة 3 مليون نسمة بحق أفضل من أن أنت بتحققه يعني حاجة مهجلة جدا يعني الصروة البشرية اللي بنتكلم فيها بلد قارب على 120 مليون مش عارف ينافس بلدان 3 مليون و 5 مليون بصراحة يعني حاجة مهجلة جدا 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 بتكشف على العوار اللي احنا عايشين فيه وتكشف احنا رجعنا لفين يعني نتمنى بقى لمرة لمرة أن احنا نجيب الناس المؤهلة أنها تفكر أنها تضع خطط أنها نشتغل من خلال أتمنى بس أنا شايف ده ما بيحصل شيء صفت الأراء ممتسمة جدا على فكرة تولي كابتن حسام حسن مسؤولية المنتخب على الرغم من أنه أعتقد أنه أكتر اسم تردد أو ناس طلبت بأن تولي المسؤولية في أوقات كتيرة جدا بالذات بعد رحيل كارلوس كيروش كان حسام حسن ولا هو فيه فعلا إرادة لدعم حسام حسن ونجح تجربته لا وأقول لحضرتك حاجة اتحاد الكورة الدكتورة شرف صبحي وأستاذ أحمد دياب رئيس الرابط البلاندية كانوا اتفقوا مع قارلوس كيروش على تدريب منتخب مصر وتم الاتفاق على العقد العودة تقصد ب125 ألف دولار وتم الاتفاق بس رجل حط الشرط قال لهم أنا مش عايزة تواصل مع عضاء تحت الكورة ومحدش منهم يشرف علي فجي مع الدكتورة شرف صبحي أحضر أستاذ جمال علام وقاليد الدرندلي وقال هنعمل لجنة رباعية إحنا اللي هنشرف على المنتخب مع بعض فإحنا نتواصلين مع كيروش وإنتوا أداة التواصل بيني وبين كيروش ده الكلام ده حصل حصل قبل حسام حسن أنا بليفس اللافة دي عشان أقول لك إن حسام حسن ما كانش اغتيارهم يعني أنا هقول لك في النهاية حسام حسن كان فرض عليه فبالتالي لما رجع الجمال علام نقل الكلام ده لعضاء مجلس الإدارة قالوا له لا إحنا لين نضطر نشتغل مع حد بيعملنا بالشكل ده دي فيه أهانة وتقليل منه بلغ الأستاذ جمال علام ودير الشباب والرياضة قال له الناس رفض عندي كيروش تاني يوم الصبح تاني يوم الصبح جالوا تليفون قال له تعالي عشان توقع العقد مع حسام حسن طيب الناس مش الناس قال له تعالي عشان توقع عقد حسام حسن دي الطريقة اللي بتضرب بيها وتم اختيار بيها كابتان حسام حسن ولا عضو في اتحاد الكرة تم أغز رأيه في حسام حسن بالأساس وكلهم فيه أحد الأعضاء كابتان حسن الإمام قال له أنا بستكمل الست شرور اللي جاية شكليا كأنه مش موجود أنا قدمت استقالتي مرة واثنين وانتو مش موافقين وعشان الشكل والرأي العام ده فيه هنا سئلة كتير جدا وعلى ما تستفهم كتير عايزة أسألك فيها بس اسمح لي نروح لفاصل نرجع نفهم إيه كواليس الموضوع نظام أو أسلوب مختلف في الفكر والإدارة والأهداف يعني أغلب الأسماع اللي ظهرت قدام حضرتكم حضرتكم دلوقتي ما هتلاقي غالبا يعني هتلاقيها متحقش ببطولات كبيرة متحقش إنجازات كبيرة جدا لكن هي بتشتغل بأسلوب وفكر تحقي المكسب المادي يعني عندها مثلا زي عندها زي بانفكة البرتغالي عندها زي بروسيا دورتموند الألماني عندها دي ما تلاقيهش مثلا بتنافس دايما وبتحق كل سنة لقب على المستوى الأوروبي لكن على المستوى المالي مدرسة تدرس في فكرة إنها العين الخبيرة اللي بتجيب الموهبة برقم قليل جدا تستفيد بينه فنيا موسيبين ثلاثة تعيد بيه وبعد كده تحقق أرقام مالية ما هو لجب يعني جانب البزنس في الرياض ما عنديش مال عناك تعمل ده يعني بس وما تطلع كسبان في الآخر الحزبة في العلوارة والألم النهاية تبقى مكسب تكسب ألقاب تكسب بطولات تكسب فلوس دي حاجة بقى ترجع لك حد دي أنت عايز إيه وبتتكلم فيه هرجع للموضوع اللي قفنا عنده قبل الفصل مع سعيد وهي قصة إيه حكاية كارلوس كيروش مع منتخب مصر وإزاي دخل اسم كابتن حسام حسن هل كان فيه أسماء تانية مرشحة لتولي المسؤولية وقفنا عند قصة إنه كارلوس كيروش وافق تمام واتفق على التفاصيل بس كان ليه شرط إنه ما يتعاملش مع المسؤولين في اتحاد الكورة تمام وده بالنسبة لهم كان مرفوض صحيح بعدها بعد مع أعضاء اتحاد الكورة رفضوا والكابتن حسن بإمام قال إن أنا هستكمل مرحلتي اللي جاية موجود بشكل سوري بشكل سوري عشان أنا مش عجبني الأوضاع وفي أحد الأعوضاء برضو لما تم اختيار كابتن حسام حسن يعني تم فرض كابتن حسن عليهم قال كده بالنص قال أنا ممكن أطلع في الإعلام دلوقتي وأقول إن أنا محدش خد رأي في حسام حسن أنا عرفته من التلفزيون ومن الإعلام والله ده حصل نصا كده أحد العضاء قال كده في الإعلام أحد عضاء مجلس إدارة اتحاد كده ما كانش حد حضر الاجتماع مع حسام حسن غير كابتن جمال علام عشان يوقع العقود ووقع العقود بالفعل وحاليا بيدور خلاف ما بين اتحاد الكورة وكابتن حسام حسن حول الجهاز المساعد تا خليه بس قبل ما أصل الجزئي دي يعني اتحاد الكورة كان معترض على أو رفض وجود كارلوس كيروش وما كانش عنده رغبة في أنه كابتن حسام يبقى موجود على المشا طيب هقبل ده جزئيا هل كان عندهم طرح يعني هل اكتفوا برفض اللي تم عرضه ولا هم كان عندهم طرح معين كان لسه في مرحلة يعني استكشاف الموضوع هيرفي رينارد ولكن عندهم رغبة في استمرار فيتوريا مثلا لا لا فيتوريا خلاص فيتوريا خلاص يمكن كابتن حسن يان طرح عليه قال له إيه رائع نخفض المرتب للنص ونطلع للرأي العام ونقول له كده قال له لا مش هخفض هي شيء فالفكرة دي كانت من بدري قوي ترفضت فخلاص بقت هامش يعني كان فيه رغبة أنه يستمر عند حزم إمام بس عند حزم إمام قال هشوفه لو وافئ هبدأ أقنع مجلس الدارة فترفض من بدري كان فيه هيرفي رينارد وديسابر هيرفي رينارد سمعت اسم هيرفي رينارد في الموضوع آآ رينارد طبعا في البداية ولما توصل مع أحد الوكلاء للمدرب بالمناسبة يعني اللي يتمنى أنا شخصيا تمنيته هنا من قبل ما يروح السعودية يلعب معهم بكس العالم يا خبتن بعد حصوله على أم أفريقيا مع أزمبيا هو اللي عرض نفسه على تحاد الكورة أنا اسمعت المعلومات ده من بدري قوي يعني عرض نفسه من بدري جدا كان نفسه يتولى مسؤولة منتخب مصر لأنه كان شايف منتخب مصر الجيل العظيم اللي بحقات أم أفريقيا فشايف إنه دي بلد عظيم قادر يعمل معه إذا كان مع أزمبيا بإمكانات متوضعة قدرت تأخذ أم أفريقيا فما بالك مع أهم برد أفريقي فكان شايف إنه يدر وحقهم أفريقيا مع الزمبيا ومع كوديفوار ومع كوديفوار بعدها يعني هو قبل ما رأيه كوديفوار عنده خبرات كبيرة جدا في الكرة الأفريقية قبل ما يدرى كوديفوار كان عنده رغبة في تدريب المنتخب المصري لما تعرض عليه الأمر في البداية قال لهم ما فيش مشكلة لكن بعد نهاية أولمبياد باريس هو بيتولى حاليا تدريب منتخب فرنسا للسيدات أعتقد ويمكن كوديفوار حاولت استعارته في البطولة بعد دول المجموعات لكن الاتحاد الفرنسي رفض وهو كان موافق إنه يكمل البطولة مع كوديفوار الشهر ده لحد ما يرجع يكمل مهمته مع متخب فرنسا للسيدات بعد ما تم العرض عليه من أحد الوقلاء قال لنا موافق بشكل مبدئي بشرط إنه إحنا نبدأ مهمتنا بعد أولمبياد باريس تمام بعدين تم يعني بعد شهر سبعة سبعة السنة دي صح؟ شهر أسطس أو ثماني يعني يجي في آخر السنة دي واخترح كمان قال لو توافقنا ممكن الجهاز المعامل بتاعي قود الفريق في الفترة اللي جاي هو اخترح كده بعد ما تم بعدها بتاني ده الكلام ده كان مع مسؤولين في تحدي الكورة ولا كان مع مسؤولين في وزارة الشباب كان مع أستاذ جمال العلام مع تحدي الكورة مع تحدي الكورة رئيس تحدي الكورة بعدها تاني يوم تم عقد اجتماع ما بين أستاذ جمال العلام وهيرفر رينارد بالفيديو الرجل ما اقتنعش بالكلام حاس انه هو قدام حد هاوي جدا وانه غير مقتنع بقية كلام بيتقال وحاس انه ما فيش مشروع ما فيش خطة ده هو اللي عبر عن ده أو صرح بدا هو رفض بشكل كامل رفض ليه قال لو وكيله مش مقتنع باللي بيقولوه حاس انه ما فيش حاجة ليه معلومات ها ايو ايو مش وجهت نظر لا انا مسؤول عنها تماما كل كلمة بقولها انا مسؤول عنها تماما قال انا مش مقتنع بالناس دي عندها حاجة وطبعا في الاربعة وعشرين ساعة اللي حصلت ما بين موافقة مبدئية الى رفض تام انا تحليلي بقى الموافقة موافقة مبدئية انه يتولى مسؤولة منتخب مصر بعد انتهاء اولمبياد باريس اه يجي يشتغل ويمسك منتخب مصر بالزبط اه دي كانت موافقة مبدئية بعدين لما بعدها باربعة وعشرين ساعة بقول حصل الاجتماع حصل الاجتماع ده هو شاف انه ما فيش مشروع متقدم ده جانب الجانب التاني ظني ظني ده تحليلي بقى اه انه الراجل يعني راجع شوية اتحاد الكورة ده عامل ازاي في السنوات الاخيرة اكيد ارى مئات الاخبار عن عشوائية وتخبط عن قزمة كيروش عن قزمة شرط الجزائي بتاع فيتوريا اللي هي متصدرة كل مواقعنا في الساعات الاخيرة فاكيد شاف ان ده الناس مش محترفة لا الدنيا هنا مش متمنة بالزبط وتأكد له من خلال كلامه مع الاستاذ جمال علام هو حاس انه مش قدام عقلية بتمتلك فكرة او رؤية فبالتالي رفض الموضوع تماما ثم استقبل الاستاذ جمال علام زي ما قلنا اتصال من وزير الشباب والرياضة تعالى عشان قاطر حسام حسن هيتم توقيع العقود تم توقيع العقود مع كابتن حسام حسن في اللحظات الحالية اللي انا مع حضرتك فيها في خلاف حوالين الجهاز المساعد اللي هو هيتم اعلانه يوم الأربعة اللي جاي واللي لسه ما تمش الاتفاعل اتحاد الكورة عايز في جهاز الكابتن حسام حسن الكابتن سايد معوض والكابتن أحمد الكاس في حين ان الكابتن حسام حسن رافض الاتنين ومتحفظ عليهم وبيقول ان انا محتاج عناصر اصغر اللي هي محتاج عناصر اصغر بيقول ان احنا لازم ننزل بسين شوية لازم ندي فرصة لجيل جديد وكأن مثلا كابتن سايد معوض يعني ايه الرجل يدرب مثلا عشر تجارب خمسشار تجارب فما يستحقش فرصة فيعني شيء غريب جدا من الكابتن حسام حسن الحياة ماكنتش متوقع وماكنتش منتظره لكن اعتقد ان في النهاية مش هياخد المساحات الكاملة لان انا عندي معلومة نتقل له من اللحظة الاولى ان اي مشكلة معناها عدم استمرار الجهاز اي مشكلة هتحصل مع اول مشكلة هتحصل الجهاز هيتم ايقالته تقل له كده في مكتب وزير الشباب والرياضة ان احنا محتاجين هدوء محتاجين نشتغل بشكل بعيد عن الاصارة وبعيد عن التراشق فاي مشكلة ممكن تحصل الجهاز مش هيكمل فبالتالي اعتقد ان هو لازم يرضخ خاصة خاصة مع علمي الكامل والتام بان محمد صلاح تحفظ على اختيار حسام حسن في اتصار رسمي مع المسؤولين وقال ان ما ينفعش تجيب حد بيشتمي شايف ان ما كانش ينفع دي برضو معلومة انه على مسئولات الشخصية في حالة توطر في حالة تواجد كابتن حسام في الجهاز الرغم انه اللي تقل قبل كده انه في وفاق انه في وفاق انه انا لعب في منتخب مصر وايا كان اسم المدير الفني اللي هيحتاجني او يطلبني في اي وقت هيلاقيني صحيح وهتلاقي الكلام الرسمي كله كده لكن اللي حصل في التواليس الى الان اتحدى اي حد يقول ان كابتن حسام تواصل مثلا مع صلاح ما اتصلش مع صلاح ولا ومحمد صلاح لحد اللحظة دي بيردوه يعني فيه اتصالات معاه ان المرحلة محتاجة كابتن حسام ويعني مع كامل احترامي صلاح يعني وحبي لي وتقديري في النهاية انت بتلعب الاسم المنتخب بصرف النظر هو دو صحيح بس في النهاية يعني حد بحجم صلاح لازم يبقى فيه توافق مع المدرب اللي هيشتغل معاه يعني مثلا مارادونا ما نجحش مع ميسي لما كان مدربه يعني ومعروف ان فيه حالة صغيرة بيامرين مارادونا وميسي اي تمام انا مش بقول ان انا ما نفعش كابتن حسام حسن لا انا اقول ان انا امهد لان يكون فيه علاقة وفاق بين حسام وكابتن صلاح مفاجئوش بيها لان انت في كل مرة اخترت مدرب لمنتخب مصر استشارت محمد صلاح ليه المرة دي بالتعديد ما استصرت لم تستشيره لا لا دي معلومة جديدة علي لا ده حاجة معروفة يعني اي مدرب يتفاوض او يتم ترشيح لازم محمد صلاحي وافي عليه لازم محمد صلاحي وخلاباك ان شخصيا مش ضد ده لان ده بيحصل مع ميسي بيحصل مع بابي بيحصل مع كريستان رونالدو انت بتتكلم مع حالة خاصة في حالة هتتلاقي جوه كل مؤسسة موظف ما لا تنطبق عليه قواعد البصمة لا تنطبق عليه قواعد التأخير والحضور والانصراف فيه ميسي في كل حتة في كل مكان فيه ميسي فيه رونالدو فيه كريستانو فده بيحتاج معاملة خاصة لان اثره ومرضوده مش زي البقية فبالتالي انا مش ضد ان انت تأخذ ان انت تشير محمد صلاح لكن ضد ان صلاح يفرض مدرب واحنا هنا نختلف على 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 مفهوم ميسي يعني مفهوم ميسي اللي هجيب لي كاس عالم مفهوم ميسي اللي هجيب لي بطولة بطولة قرق يعني هو ده ميسي صح يعني رونالدو جاب للبرتغال بطولته ومع اوروبا لا انا مش هيسها كده قوي بقدر ما انا هيسها برضو بان محمد صلاح هو الرجل اللي بد ده على كده بقى جيل تريكا وبركات وحسام غالي وابراهيم سعيد والجمعة والحضري وزيدان وعمر زاكي دول كلهم ميسي اي يعني يعني على كده مطش البرازيل ده اللي في كاسة قررت ولا ايطاليا اللي احنا كسبناها بجول حمص يعني مش هو ده اللي نسبت لو احنا بنقسها بالأثر والنتيجة فانا بشوف أثر صلاح كفارد كبير جدا بس هو ما كانش معزوز بجيله يعني في النهاية برضو هو لا معاك جيل قليل ولا معاك جيل مش بنفس القدرات الجيل اللي كان معاك دي كانت تتكلم معنا أسماء كلها في كل المراكز هو كبيرة جدا 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 لأن محمد صلاح هو فيه فجوة كبيرة بينه وبين أي لعب آخر هو هو لعب عنده حاجات كتير جدا جدا جانب المجنوعة يعني يعني فيه عناصر كتير ناقصة كتير فبالتالي من الظلم ان احنا نقارده مع الجيل اللي فات ونقول كمان الفكرة بالأرقام وهذا عشان بس الكلام ما يتفهمش أو يتفهم بشكله الطبيعي بالأرقام الان رأي بشوف انه تريزي جي هو نجم الجيل ده مع منتخب مصر يعني لما تيجي تشوف التأثير أو اهمية التواجد انا بحب صلاح جدا وما تفتكرش انه في اي مرة حقق انجاز ما فرحتلوش من قلبي واتمنت له انه السنة دي ياخد بلون دور بس بس في النهاية لانت ما تيجي تحسابها ارقام بعيدا عن العواطف انا بشوف انه تريزي جي هو اهم لعب منتخب مصر في الاربع خمس سنين الاخير وانه كان سبب وايسي في وصول مصر لكس العالم يعني مثلا يعني لو بتقسها كده يعني لو في حد معاملة خاصة يبقى تريزي جي ارفع سماعة التليفون على تريزي جي اقول له تريزي جي ايه رأيك نيجيب مين يتولى مسؤولية منتخب مصر هو نفس الكلام ده بيقال عن ميسي برضو ان دي ماريه هو اللي بيسجل هدف الفوز فبيتقال برضو لكن هو الاصر ما بيتأس باللقطة الاخيرة يعني يعني هدف تريزي جي حصل على ضرب الجزائق صعبنا بيع كس العالم لكن الاصر الاجمالي هتلاقي ان صلاحه طول الوقت جوه الملعب الخصم الخصم مرتبك بسببه وبيبني عليه بيسيب لك مسحات بسببه فهتلاقي مش المطش ده بس المطش اللي قبله واللي قبله والمجموعة والمشوار كله فهتلاقي اثر الصلاح اجمالا هو هو اثر ميسي اجمالا في كأس العالم مش اللقطة اللي خدها دي مريف الآخر لكن في النهاية في النهاية لازم يبقى في ناس تاني كان بصلاح تريزي جي دوره كبير جدا جدا لكن هو شخصيا خلينا احدك شخص الاسم لانما يعني قبل ما انت تدخل معاه لهوا عطول سعيد قلت انا النهاردة لو جبت جوارديولا او حتى لو قبل البطولة جبت جوارديولا والانشلوتي والتشابي ألونسو حتى اللي بيقول سنة اولة تدريب مكسر الدنيا برضو بتهايلي انه النتيجة مكتش تختلف كتير فقصة مش قصة اسمه مدير فني لما بص للاربعة وعشرين الاخرانيين للألفية الجديدة بص العشر سنين منوارين قوي الكرة في مصر فيهم كتراحف حتى تانية على مستوى الاندية على مستوى تقريبا كل المنتخبات مش بس منتخب صحيح تيجي تبص العشر اللي بعدهم تقريبا مضلمين صحيح عدم قدرة على التأهل حتى لبطولة مش الفوز ده انت مش قدرت تتشارك تتأهل المشاركة في البطولة لما بتوصل حتى لتحقيق نجاز مبارانة هي بتوصل بشق الانفس ومستوى الناس مش مبسوطة من المنتخب فيه لما بتوصل للكسع عالم اه بنفرح ان احنا بعد غياب لكن في نهاية بتعمل مشاركة باهتة جدا حلو جدا في عشرتين الفرق بينهم 180 درجة يعني بالتأكيد بالتأكيد مش قصة مدير فن ورصر يعني وعظيم قوي قوي ان حضرتك رصد يعني الحجبتين فوارق جسيمة ما بين حجبة وحجبة طيب لما نشوف الحجبة الاولى العشرية الاولى من هذه الالفية ونشوف قوامها هتلاقي ان 70-80% من قوام هذا المنتخب هو نتاج لمشروع اطلق في بداية التمانينات واستمر في التسعينات او منتصف التمانينات الى التسعينات كان اسمه مشروع البراعم واكتشاف الموهوبين الرجل ده المشروع ده معروف جدا جدا الاسسه واشرف عليه الدكتور عبد المنع عمارة وزير الشباب السابق وكان نتاجه مين كان نتاجه اماد متعب وعمر زكي ومنتخبات منتخبات الشباب اللي هي وعندك المنتخب بتاع خصلي غالي او المنتخب 2001 اللي حصل على لا يرجع ل95 بطل افريقيا منتخب مصر مش متذكر دي روت كرول كان متولي مسؤولية منتخب مصر اللي طلع عبدالسطر صبري وسامي أمصان وحزم إمام وأحمد حسن ومحمد عمارة الجيل انا مش متذكر الجيل ده قوي الجيل ده هو خده كابتن جوهري وحط عليه لعيبة خبرات وخد بيهم بوركينة فاسو 98 بعد كده شوقي غريب منتخب شباب ثالث كاس عالم في 2001 اعتقد كده في كندا تقريبا حاجة كده بطلت عالم وصلنا خدنا مركز ثالث عالم فريق الشباب صحيح صحيح هو أول مست مش متذكر قوي ان الجيل ده كان فيه عناصر منه بدأت في مشروع البراعة موهوبيين ولا لا اللي هو اطلق في التمانينات لكن اللي أنا الأسماء اللي أنا عارفها امتأكد منها تماما اللي هو جيل 2001 جيل 2001 اللي حصل على برونزية كاس العالم ثم جيل منتخب شباب حسن شحاتة في الإمارات اللي وصلوا دور التمانية المنتخبين دول بنوا قوام منتخب أول دعم ببعض عناصر تانية فكانوا نتاج تخطيط بالأساس فيه ناس دي يتقولك فلان جي من بره مشروع وفلان طبيعي لكن المهم الأهم البنى الأساسي البنى الأساسي كان مشروع راح مصر كلها من أسوان لسكندرية لف في كل حتة دخل كل مدينة في مصر يعني أنا هروح محافظة فيها عشر مدن هروح المدينة دي فيه ثلاث أيام اختبارات بيشرف عليها فلان هيتم اختبارهم بعدها بأسبوع تاني تبتعالي هروح المحافظة بعدما رحنا المحافظة عملنا تجمع ثلاث أيام بعدها بشهر هروح تجمع منطقة شمال الصعيد جنوب الصعيد الدلتا كذا كذا هنعمل تجمع لمدة أسبوعين للمواهب دي بالتجمع الأول التجمع الثاني التجمع الثالث في النهاية قدرت تدي فرصة واثنين وثلاثة وعشرة لكل موهبة في مصر وصلت لكل حتة هل احنا نمتلك مشروع بيجوب مصر وبيدي اللاعب فرصة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة ولا احنا دلوقت مقضينها أكاديميات وسببيب ومشاريح كده ملهاش رأيك في تعيين كابتن علاء نبيل مدير فني لاتحاد الكورة اعتقد ان اختيار جيد لان كابتن علاء نبيل الرجل صاحب خبرات قادر ان هو على الاقل في المرحلة دي يعني يخلق بعض الحاجات اللي احنا كنا مفتقدينها هو الحلقة الوصل بالمناسبة هو هيبقى المشرف العام على منتخب مصر الوهمي يعني يعني شفت الموهب الوهمي يعني يعني هو مش هيبقى الوزير ان هيبقى مش عايز يتواصل محد غير كابتن علاء نبيل فهو يبقى المشرف على المنتخب واضح انه الناس مش طائقة بعض ولا انا بيتهيئ مش طائقة بعض يعني واضح كده انه كله مش عايز يتعامل مع كله ودخل الكبير جدا في المنظوم انا هقول لحضرتك حاجة من غير ما اقول اسمع بمجرد اعلان حسام حسن مدير فن المنتخب مصر فيه ناس كتيرة جدا نجوم كورة كتبوا مجلدات على فيسبوك و تويتر مجلدات العشوائية والتخبط وانت افتكرت التخبط لما تم اعلان حسام حسن هو حسام حسن خلي بالك اثار حاجة كدير جدا لان فيه ناس لسه مستنية مناصب ولا عايز يبقى مدير منتخب ولا عايز يبقى اتحاد كورة ولا عايز يبقى رئيس اتحاد كورة وكل الصراعات دايرة في منطقة انا هاخد ايه محدش ولا واحد من الناس دي بيفكر انا امتلك ايه واقدر اقدم ايه هي بتعاملة زي تورطايا كده كبيرة كله عايز يخطف منها لكن صدقني ولا حد بيقرأ ولا حد بيدرس طب اقولك على حاجة انا في مرة من المرات كنت بدرس في دبلومة الفيفا لإدارة الرياضية تمام انا بطور نفسي كصحة فيه انا لقيت 12 نجم سعودي سبعة منهم مضراء كورة للأندية منهم الكابتن قسامة هساوي قاد متخب السعودية ما فيش ولا لعب كورة مصري بيدرس في الدبلومة ليه فيه اتنين نجوم مش هقول اسمقهم كنا مسجلين اسمقهم وما حضروش ليه انا مش محتاجي أدرس ولا زاكر ما انا كده كده هجبني صاحبه ده المسارق ما بين تجربة السعودية دي الوقتي اللي هي خطاطت وعملوا ايه بعد الدبلومة راحوا نيشاتل سويسرا بيدرس ماستر فيفا اعلى شهادة في الادارة الرياضية ليه جزء من الحاجات اللي اتكلم فيها كابتن علاء وده واحد من الملفات المهمة فكرة تطوير المدربين بالذات بالذات يمكن جمالي الكورة مش مرتبطة اوي بمسابقات الناشئين ولا بمواهب الناشئين لكن هو ده القاعدة اللي في يوم الايام هترمي عليها الحمل كله والمسؤولية كلها قواعد الناشئين محتاجة مدربين مؤهلين للتعامل مع واكتشاف المواهب والعين الخبيرة والتدريب واوي لا بس نجاريا أتأل نجاريا متخقه جدا متخب منظم وبيصيره عامل يعني عامل تلكيبة كده بتاعة بطولة رحم النوم كانوا مقطعين وفي نجاريا قبل البطولة ما تبدأ صحيح هم كانش حد متوقع عمد أن الرجل ده هو اللي يعمل النتائج دي لكن هو أدرك يا فريكي عامل ازاي وازاي أكسب هو قوي تنظيميا وصل من استحق ولا كان فيه منتخبات جديرة بأنها تكون موجودة ولو عايز أن نوالد البطولة انتصر المنطق في بطولة اللا منطق في النهاية يعني هو أنت قدام منتخبين أخواء جدا أسماء كبيرة قدمت بطولة قوية في بطولة كان كلها مفاجئات برا حسبت المنطق كلها مفاجئات لكن في النهاية وصل منتخبين أخواء جدا يعني هي أنا كنت أشوف النهاية النهاردة نيجيريا والسنغال بس هي المفاجئة يعني الحاجة الوحيدة اللي حصلت غلط في البطولة إن استنغال فيه ناس تقول لك والله أنا كنت متوقع يخرج لأنه مستوى تغير لا هو استنغال الوحيد يعني أنا تقدر تقول ده على منتخب مصر لأنه اتعادل الأربع ماتشوات ما فاتش ولا ماتشوات لكن استنغال فريق كسب تلات ماتشوات سجل في كل المباريوات كان قوي جدا وفي المباراة الأخيرة فائز ومتقدم من أول المباراة استهتر بس يعني كان فيه تخازل بعض الشيء أو ثقة زيدة ثقة زيدة هو المغرب والسنغال شفتهم ثقة زيدة بصرا وروجهم كان ثقة زيدة أحساسهم بأنهم خلاص في النهائي بأقل مجهود ده حقي لكن هم منتخبات أخوية جدا وهتشوفهم في البطولات اللي جاي مكملين بناصر القوة ومنتخب المغرب ده جيل ده هيبقى قوي جدا جدا في البطولة المقبلة في المرض الحسابات أفتح معك دوري أبطال سريعا وإحنا على بعد أيام من مواجهة الأهل شعب بلوزاد بنرجع مرة ثانية للبطولة شوية بعيدنا وشوية مطشات اتأجلت أو مطش واحد اللي هو مطش شعب بلوزاد اتأجل شايف المجموعة ازاي وتأثير الترتيب والأرقام على حسابات الفرقتين في مطش الجمعة اللي جاي شايف المجموعة تعقدت بلا لازم يعني احنا مكنش احنا كنوا في غينة يعني ان احنا نعقدها بالشكل دائما كانت مباراة سهلة جدا في القاهرة من نقدر نحسمها ونكسى التلاتة اربعة لكن للأسف احنا يعني عادنا المجموعة شوية على نفسنا اصبحنا ان احنا مطالبين باننا ما نقصرش في الجزائر يعني مهم قوي انك ما نقصرش في الجزائر صد لك الاهلي الليع بالمطش ده غير الاهلي اللي فنش فترة ما قبل تعقف الدول يعني الاهلي بيتهايلي قبل لبطولة افريقيا وسل للتوب فورم صحيح ومشاركته في بطولة كاس العالم لا متفق معك جدا وخلينا اقول انا دلوقتي بيت متفاعل شوية لأسباب لان انا بشوف ان الاهلي في الفترة الاخيرة دفع ضريبة غياب رودا سليم يعني رودا جاهز اه رودا دلوقتي اصبح جاهز انا بشوف وجود رودا سليم في كاس العالم الاندية كنا هنلعب نهاية مرتاح خسارة كبيرة كنا هنلعب نهاية مرتاح جدا لان كان من الفرص اللي كانت بضيق مش هنضيق في وجود رودا سليم لانه فعلا انا بشوفه هو اللعب الاقصر فعالية والصفقة المؤسرة جدا جدا في شكل الاهلي بداية هذا الموسم اللي حضرتك تكلمت عليه كان مختلف تماما عودته هتكون عودة مهمة جدا وتفرم مع الاهلي ايضا وصوله عمر كمال بشوفه وصوله لانه مش هشارك افريقيا طبع اه طبعا مش هشارك في افريقيا ووسام أبو علي ووسام أبو علي بشوف انها تدعمات تدعمات قوية لكن انا بقول ليه عمر كمال على وجه التحديد مهم للأهلي مش في هذا الموسم بس الموسم الجاية لان مع التراجع مستوى علي معلول واقتراب نهاية مشواره الاهلي محتاج لظهير بيعرف يقوم بأدوار الجناح شبه علي معلول انا عارف ان عمر كمال مش ظهير ايصر مش هلع مستوى علي معلول لكن هو في القرى الحديثة انت على اقل تقدير يجب ان تمتلك واحد من الاتنين دول يقوم بدور الجناح فيما يتعلق بالدعم الهجومي المروه بتحمل منطقة صناعة الاهداف فانت لازم يبقى عندك واحد من الاتنين بالقوة الهجومية دي اعتقد ان عمر كمال هو المعود للفكرة انت حضرتك دائما بتتكلم انا مش بتتكلم عن اشخاص انا بتتكلم عن افكار وهنا بتتكلمك عن فكرة خططية انك يكون عندك ظهير مهاجم الاهلي يمكن اقرى من توفيق ومحمد هاني بيتميزوا اكتر بالنواح الدفاعية مع تراجع مستوى معلول وتقدم عمره انت اصبحت في حاجة لزهير هجومي فعشان كده بشوف ان الاسرار على عمر كمال كان عن وعي وعن ادراك كامل انه اضافته تبقى اضافة مهمة جدا فترة التوقف دي شايف يعني اصارت ازاي عن نادي الاهلي وازاي ترجع على المباراة صعبة في دول الابطال خارج الارض في الجزائر وقدام شباب بلوزداد هو بالتأكيد يعني تأثيرها يبقى صعب جدا خاصة ان احنا عندنا لعبين راجعين من امم أفريقيا يعني معنويتهم مش افضل حاجة يعني تأثروا بالنتائج تأثروا بالضغط الجماهير تأثروا ب انتحان صعب الكولور اه طبعا طبعا في موقف صعب جدا خاصة ان انت بيتواجه خصم هو خصم منظم خصم بيعرف يلعب مش افضل صعب ازاي على ارضه بيبقى ندي قوي جدا كمان ما تضررش من امم افريقيا يعني شباب بلوزداد ما عندوش اللعبين الدوليين اللي شاركوا زيك او عندهم مشاكل زيك فبالتالي هو اختبار صعب جدا لكن في النهاية بنقدر نقول ان اللعبة الاهلي لما تحط في الضغط ده يعني بنشوف وجه اخر لفريق الاهلي فاعتقد ان احنا ان شاء الله قادرين قلت مهم ما نرجعش بخصار يعني التعادل التعادل ثم الفوز على ينجي افريقيا نزل في القاهرة خلاص انت ضمنت الصعود فبالتالي اهم شي ان احنا ما نخسرش في الجزائر الحقيقة فترة التوقف كان فيها مباريات ودية فيها كتير من الحاجات التي تطمن تقلق انتوني مودست عودة ريدا سليم اللي بعتقد يكون واحد من اهم الاوراق في فريق النادي الاهلي الفترة الاخيرة بالتالي ان شاء الله رهان على ان احنا نشوف فرجن الاهلي ما قبل بطولة افريقيا اعتقد كنا وصلنا المعدلات اداء كتير من اللعيبة كتفاء على مستوياتها وبتقدم يعني مستويات مميزة جدا فان شاء الله بإذن الله متفقلين ومن بكرة هنتابع مع حضراتكم طبعا يوم بيوم ولحظة بلحظة السعادة الاهلي رحلة سفروا للجزائر وان شاء الله بإذن الله لغاية لما نعود من الجزائر في معاجد شباب الوزداد بنتيجة إيجابية زي ما قالت سعيد على الأقل وأتمنى ان شاء الله أن نتيجة تكون فوز تفرق معنا جدا قبل الجولتين المتبقيتين سعيد بشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا في السادسة أنا لبشكرك جدا نستاذ أحمد شفرنا جزيلا حضرتك أتمنى دايما كل التفيل لمنتخب مصر بكرة ان شاء الله حلقة خاصة نتكلم فيها على شباب الوزداد وهنتبع مع حضرتكم المجموعة أخبارها إيه اللي قلت كل الفرقة فيها أصبحت فرصها تكاد تكون متساوية وده بشوية هيزود من صعوبة الثلاث جوالات المتبقية للنادي الأهلي كل التفيل للأهلي إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية معاكم بكرة حلقة جديدة في السادسة تحية لكم